لا، قلت لي في ندق، لا أعرف شمال في ندق، أنا رجل، قلت لي في ندق، شوف، هات شي ديال الشباب، أنتو مرة عندكم في الورقة، غاية الأسف على أنه الشوماج ديالهم، البطالة ديالهم، النسبة تزيد ترتفع، رح نتزنها من 46 فاصيلة شي عاشا، 48 فاصيلة 8، عليهم ثلاثة ديال النساب، ثلاثة النقاط اللي زادت، هات شي رح تنشوفوه في العالم بيأس لي، زيان، هاتي مجيعة، ماشي إحنا بوحدنا، عالم بيأس لي، تاني شي، لما تتشوف ديال الألقام اللي أعطيتكم، هاتي الأغلبية ديال، الضياع اللي كان في هات شي دير تشغيل، هات في القطع الفلاح، وهات شي متابط بالجفاف، ومتابط في الظروف المناخية، ما فيش، حتى مني تتأخذ وحد العدد ديال السنوات، تتجمعها، لأغلبية ديال مناصب الشغل اللي ماتت، فهات القطاعات، القطاعات الأخرى تتعمل، ولكن ماشي على النساب اللي تيمكن لها تكافئ، ذك الشي اللي يضع في القطاع الفلاح، اللي دات تتشوف ديال، لاش تنقلت للأخت، أو ديرهم زيان، اللي بدا هذا النمو، القطاع غير فلاحي، تيطلع، هذه الوتيرة اللي هي إيجابية، اللي هي تزيد تمشي، بحامن فلاحي، نأهيك عن هذا، على أنه حتى في الانطلاقات، لمتلابتني لها تشغيل، لها تشغيل، لها تنعة للتشغيل، التلقة كل مشات لها تنعة للتشغيل، تولى لها تشغيل، منذي، ولكنها تشغيل، باش يعتك النتجة طويل، مادة، وخصي كلهم تكون تسايروا الأكمبانيومنت ما زال خصنا نضبطوه عندنا عملوا هات السياسات هذه ما زال خصنا نضبطوه الأكمبانيوم لا بد خصنا نزيدو نضبطوه الأكمبانيوم لأن الناس تكون عندها فكرة تكون عندها مجيح تنشره تسكنتها تبلور معاه هاتشو تبعوه ماشي غيية تبدأ معاه في الدراسة تعمل دراسة معاه وتبعوه تتطلب الجود تتطلب الموايد البشرية اللي غاديم كلات سايرات الشي ماشي ساير ماشي ساير ولكن لابدت تشيطها لأنها بطبيعة الحال هذا شباب دينا ولابد نضرولو ولابد نشوفو فيه ويمكن لو يقس أي عائلة من العائلات فمتي؟ والواحد اللي ما تقس فيها عادي يحس به مزيان لذا قسنا نواكبو هاتشو وسنجودك شي تجاريب ليا وتنظن على أنه الحكومة قالت في الإطار ديال الوريونتاشون ديال السياسة ديالها لأنه غادي تعمل الأولاد وياد بالأولويات وهذا المقطع دي ترجمة نانسي قنقر